البشرية كلها متفقين بأن إبليس أبشع مخلوق على وش الأرض بشع جدا لكن العجيب أنه كان في السماء جميل جدا وخلقته مختلفة تماما وكان عابد من العباد كان مشهور بعبادته لله سبحانه وتعالى بس هذا المخلوق مو من الملائكة هو من الجن إش ود الجن مع الملائكة إش القصة وراء وجوده في السماء وليش تعول إلى مخلوق بشع لهالدرجة وليش عندنا أصلا هذا التصور وهل تعرف بأن الملائكة حاربت الجن؟ اليوم رح نذكر قصة إبليس من البداية الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الجان من مارج من نار كثير مننا يعرف هذه الآية لكن ما يعرف إش هو المارج إش هو هذا المارج اللي خلق منه الجن وقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وركز تحت كلمة قبل هل الجان خلقوا قبلنا؟ وإش كانوا يسوون قبل خلقة آدم عليه السلام؟ هل كانوا وحدهم؟ وإش اللي حصل بالضبط؟ وإش ود إبليس مع الملائكة؟ وخاصة أن الملائكة مسيرين لا مخيرين وأما الجن هم من الثقلين يعني هم مخيرين مخيرين ما بين الصح والخطأ وإش قصة حرب الملائكة للجنة؟ وآخر سؤال راح نجاوب عليه في حلقة اليوم وين إبليس في يومنا هذا؟ كل هذه الأسئلة راح نجاوبها في حلقة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يرب العالمين اليوم عندنا سلسلة جديدة الحقيقة أني صورت هذا الأسبوع غزوة خيبر غزوة خيبر دسمة جدا 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 المقطع الأصلي ساعتين جالس أقطع منها يعني أنا كنت فاتح الكاميرا لمدة ساعتين أصور لكم تفاصيل خيبر ويوم خلصت التصوير وجيت على المنتاج وجدت الفيديو جدا دسمة يبغى لتفاصيل كثيرة ووازعة جلست منتج أمنتج أمنتج وجدت أني يحتاج لي حتى أكثر من أسبوع فحبيتني أبدأ هذه السلسلة على بال ما تخلص غزوة خيبر ما أدري متى راح تنزل راح تنزل بشكل عشوائي عشان كذا تابعني في السناب عشان تعرف متى راح تنزل غزوة خيبر وباقي الحلقات اللي بتنزل بشكل عشوائي في الأسبوع في السناب راح يكون كل التفاصيل عن كل الحلقات الجاية رح تابعني هناك لازم وضروري طبعا إذا أنت مهتم خذلك شي تاكل أو لا تنسى تتابعني على كل السوشال ميديا بالمرة كل الروابط راح تلقاه في ديسكريبشن تحت من دوما نطول بسم الله نبدأ الجن والشياطين شيئين مختلفين تماما أغلبنا يفكر الجن هم الشياطين لكن الشياطين شيء والجن شيء ورح أبيلكم إياها الحين الجن هي فصيلة مثل فصيلة الإنس وهذه الفصيلة هي مخيرة مثلنا يعني مكلفة مثلنا وهي موجودة على وجه الأرض في بعض الناس يخلط ما بين الشياطين والجن لكن الشياطين هي صفة لهذا المخلوق فتعتبر وصف لهذا المخلوق سواء كان للجن أو للإنس فكما قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن فنستخلص من هذه الآية بأن الشياطين هي صفة تكون للإنس وللجن بس إيش معنى هذه الصفة؟ الصفة هذه تدل على أن الموصوف بها أبعد الأشخاص عن الحق وعن الخير فصيلة الجن خلقها الله سبحانه وتعالى من أطراف النار أي من اللهب الله سبحانه وتعالى بها مثل التشكل على مخلوقات والطيران وسرعة التنقل والغوص في المحيطات وبما أن الله سبحانه وتعالى خلقها من أطراف النار أي من اللهب فهي سريعة الطائشة وعادة ما تميل عن الحق سريعة الميالان اللهب هو السبب الرئيسي في انتقال النار بسرعة الله سبحانه وتعالى قال والجن خلقناه من قبل يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل الإنس وهذا اللي استدلبه أكثر أهل التفسير أكثر علماء التفسير استدل من هذه الآية أن الجن خلقوا قبل الإنس بس العجيب ووين راحوا كلهم وليش إبليس مع الملائكة في السماء وين راحوا معشر الجن كلهما هنا القصة اللي تحدث فيها أكثر أهل العلم أول شي خلونا نفسر كلمة إبليس وش هي كلمة إبليس إبليس هي من أصل أبلس يعني أبعد نقطة عن الخير بس اصبر إبليس يكون اسمه كده ويكون في السماء يكون مع الملائكة ويكون عابد من العبات وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنها أن إبليس كان اسمه عزازيل وهو في السماء وكان مشهور في السماء بطاعة لله سبحانه وتعالى واجتهاده في الطاحات يعني كان من العبات وكان جميل الخلقة مو بزي الشكل اللي كنا نتوقع طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بس عزازيل هذا كان من الجن يعني مخير يعني مكلف ومخير ما بين الصح والخطأ وسبب وجود إبليس أو عزازيل بالأصح في السماء هو له ملحمة سابقة قبل كذا ملحمة حصلت على وجه الأرض يقول ابن كثير في هذه الملحمة أنها حصلت بين مخلوقين عجيبين كانوا قبل الخلق آدم وقبل الخلق الجن وكان اسمهم الحن والبن وكانوا مكلفين مثلنا ولهم شرعهم لكن مع مر الزمان كثرت الفتن عليهم وبدت الفواحش تظهر بينهم وإذا ظهرت الفواحش يظهر القتل والفساد فبدت المعارك تدور بينهم البين فأكثر الفساد في الأرض وسفك الدماء فخلق الله سبحانه وتعالى الجن وكانوا من اسمهم مخفيين وسلطهم الله سبحانه وتعالى على الحن والبن علمهم أن الجن قتلوهم كلهم أبادوا الحن والبن فجأة كذا استوعبوا الحن والبن بأن في جيوش جالسة تقتلهم وهم ما يشوفونه علمهم أنهم قضوا على الحن والبن تماما ومن بعدها سكنت الجن الأرض وكانت هذه بداية خلق الجن اللي قالها ابن كثير وطبعا هذا الكلام كان فيه اجتهاد من ابن كثير رضي الله عنه ورحمه الله وكان مستدل بكثير من الإسرائيليات ومن أقوال أهل الكتاب من قبل فيحتمل الصح والخطأ لا يصدق ولا يكذب ولكن اللي ما عليه غبار أبدا أن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس وكانوا مستخلفين فيها فكانت لهم السماء والأرض وأعماق البحار كانت كلها لهم والله سبحانه وتعالى خلقهم مكلفين مخيرين ما بين الصح والخطأ وشرع لهم شرع واضح وأمرهم بالعبادة وبدوا شيء في شيء يتخلون عن أوامر الله سبحانه وتعالى وانتشرت الفواحش فيهم بدوا يفعلون الفواحش وأكثروا القتل والفساد في الأرض إلينا الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم يعني حل عذاب الله على الجن يقول ابن جرير عن شهر ابن حوشب رحمهم الله فأرسل الملائكة عليهم فأجلت كل الجن إلى البحار يعني صاروا عايشين في البحار وأثرت منهم جن واحد وكان صغير في السن وأخذت معهم إلى السماء ومن هنا بدأ هذا الجن الصغير يتربى مع الملائكة وكان اسم وقتها عزازيلة إيه نعم هو كان إبليس كان وقتها طفل فتربى إبليس على العبادة وعلى حب طاعة الله سبحانه وتعالى مع إنه لا يزال مكلف ولا يزال مخير مو مثل الملائكة مسير ألين كبر وسار كثير العبادة لله سبحانه وتعالى ايش بك متربي مع الملائكة وكان إبليس يسكن السماء الدنيا كان هذا ما كان يقول ابن عباسة رضي الله عنه كان له سلطان السماء الدنيا وكان له سلطان الأرض وكان يسوس ما بين السماء والأرض يعني كان سيد ما بين السماء والأرض وكان عابد طائع لله سبحانه وتعالى في يوم أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة فقالوا الملائكة يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الملائكة رأت ما حصل على الأرض من قبل لكن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون فخلق الله سبحانه وتعالى آدم وآدم خلق على مراحل ومن هذه المراحل كانت الفخار مرحلة الفخار ومرحلة الفخار كان فيها جسد آدم قائم وكان مجوف من الأعلى في يوم شاف إبليس ارتعب وعرف بأنه خلق جديد وهذا الخلق خلق عظيم لأنه كان ضخم البنية وعرف إبليس بأن الله سبحانه وتعالى سيخلق خلق جديد فجاء في نفسه حد وغيرة وحسد وفي نفس الوقت امتلى قلبه بالكبر لأنه مو مثل الملائكة معصوم ومسير مو مخير هو مخير ومكلف فجاء في نفسه هذا الأمر فبدأ يدور في آدم أماكن الضحف بدأ يحوم ويدور حوله يبغي يشوف مكان ضحف فيه فعرف بأن آدم مجوف من الداخل وهذه هي نقطة ضحفه فعرف أنه يقدر يوسوس في نفس آدم ومن هنا عرف إبليس بأنه بإمكانه يدخل في الإنسي لأن الإنس مجوفين من الداخل إلمهم إن حصل اللي حصل وخلق الله سبحانه وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة كلهم إنهم يسجدون لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس كان واقف اللي هو عزازيل في ذاك الوقت أبت نفسه فجلس واقف ولا سجد أبدا تخير معي الموقف والملائكة كلهم ساجدين وإبليس واقف وكل هذا بسبب حقد وغيرة منها وكأن في نفسه يقول كيف تستخلف آدم في الأرض وأنا ساكن في سماء غيره كبر يا رجل فلعنه الله وأحبطه من السماء الدنيا ومسخه الله على صورة بشئة جدا وصار صورته بشئة جدا مسخها الله سبحانه وتعالى فانتقل صورته من الصورة الحسنة إلى الصورة البشئة الممسوخ وجعلها الله لا يعيش أبدا على الأرض أجلاها الله مع من أجلى من الجن في البحار فوضع عرش على الماء وسمي بعده بإبليس اللعين فصار إبليس هو قائد الشياطين من الإنس والجن وإبليس هو الوحيد من الجن اللي منظر إلى يوم القيامة جعلها الله سبحانه وتعالى من المنظرين حتى الجن اللي أجلتهم الملائكة إلى البحار ليسوا منظرين مع إبليس لهم عمر محدد ويموتون هو إبليس فقط اللي منظر إلى يوم القيامة وهذا أثبت شي وجدته في الكتب من اجتهادي الخاص بنعرف في الحلقة الجاية من هذه السلسلة كيف كانت نهاية آدم وكيف مات ووين الدفن بالضبط الآن هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم نشوفكم إن شاء الله على الخير بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصغفرك وأتوب إليك لا تنسوا أن تتابعوني على السناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة